مليوني دولار وبمساحة ناهزة عشرة آلاف متر مربع وبتمويل من أحد رجال الأعمال العراقيين بدأ العمل على إنشاء أول مشاريع مدينة أور السياحية الجديدة والمتمثلة بكنيسة النبي إبراهيم ومركز لحوار الأديان في ذيقار بناء الكنيسة كان على أثر زيارة البابا لعزقه إلى بيت نبي الله إبراهيم وعدم وجود مكان لإقامة القداس مما حدا بالمتبرع الدكتور أدورد فتوحي بالتبرع من المال الخاص بإنشاء كنيسة بمساحة عشرة آلاف متر مربع تضمن إنشاء قاعة مساحتها ستمائة متر مربع لإقامة القداس وبرج بارتفاع 23 متر وبحسب الشركة المنفذة للمشروع فإن طراز بناء الكنيسة مستوحا من الحضارة العراقية القديمة في سومر وبابل ليعطي طابعا فنيا وثقافيا يوازي موقع إقامة الكنيسة في مدينة أور الأثرية مدة المشروع ثلاثمائة يوم تاريخ المباشرة هي كان 1-8-2022 تصميم الكنيسة مستوحا من الآثار العراقية ومن الحضارة العراقية تقوم الشركة بالتنفيذ وفق جدول تقدم العمل وبالنسبة إنجاز متقدمة الحكومة المحلية في ذيقار والمشرفة على مشاريع المدينة السياحية أشارت من جانبها إلى أنها دخلت المرحلة الثالثة من مراحل إنشاء مدينة أور الجديدة والمتمثلة بالبنى الفوقية وذلك بعد إكمال أغلب مشاريع البنى التحتية لافتة إلى وجود مشاريع أخرى سترى النور قريبا المرحلة الثالثة اليوم تم البدء بها من خلال إنشاء أول بنى فوقية بعد أن تم إنجاز التصاميم كمرحلة أولى والبنى التحتية كمرحلة ثانية المرحلة الثالثة تضمن هو إنشاء البنى الفوقية أهم مشروع هو مركز الحواري للأديان بوشرة به من قبل متبرعين الآن قاعة دينية وكنيسة من قبل الأوقاف وكانت الحكومة المحلية في ذيقار قد خصصت 900 دونم لإنشاء مدينة أور السياحية الجديدة فيما رصدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عشرة مليارات دينار لتنفيذ مشاريع البنى التحتية فيها وتعد كنيسة النبي إبراهيم أول مشروع يبدأ العمل به فعليا في مدينة أور السياحية الجديدة ضمن سعي الحكومة المحلية لتحويل المدينة الأثرية إلى قبلة سياحية واقتصادية واعدة علي العتاب الحراء ذيقار